وكيد بعدنا مستمرناكم وصننا رويكم لفقرة بانشيت حيث نعت نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان عبد الستار البصري والذي وفاته المنية يوم أمس أثر مرض عضال حيث كان راقدا في إحدى مستشفيات بغداد ويعد البصري واحدا من رواد الدرامة العراقية وخصوصا في المسرح حيث أجاد الأدوار التي تتحدث باللغة الفصحة أما على صعيد الدرامة فقد اشتهر بشخصية عبود الضامن في مسلسل عالم الست وهيبة الذي عرضه في تسعينيات القرن الماضي كما جسد شخصية محمد مهدي الجواهري في الفيلم الوثائقي عن قصة حياة الشعر الكبير تميزة أدواره ما بين الكوميديا والأعمال التراتيجية ولد عبد الستار البصري في البصرة وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها ترك البصرة ودرس القانون وتوجه إلى بغداد ودرس في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 1967 قسم المسرح ليلتحق بالفرقة الوطنية للتمثيل عام 1974 وقدم العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفزيون وأيضا حصل على لقب أفضل ممثل كوميدي في العراق عام 1980 من المركز العراقي للمسرح في وزارة الثقافة وأفضل ممثل تراجيدي في العراق عام 1987 أيضا من المركز العراقي للمسرح في وزارة الثقافة كما حصل على جائزة أفضل ممثل يوم المسرح العالمي عام 2008 من دائرة السينما والمسرح إضافة إلى جائزة أفضل ممثل عام 2009 من مؤسسة الرؤية للثقافة والفنون وأفضل شخصية فنية عام 2010 وهو أول ممثل عراقي يحصل على ثلاث جوائز دولية في ثلاث أعوام متتالية لقب أفضل ممثل في مهرجان القاهرة الدولي عام 2008 ولقب أفضل ممثل في مهرجان قرطاج الدولي عام 2009 ولقب أفضل ممثل في مهرجان أرفود الدولي الثالث في المغرب رحم الله الفنان الكبير عبدالستار البصري